محمود الأمير من داخل محطس سهاج هنوريكم أغرب محل عسل في جمهورية مصر العربية بيعالج الإنجاب زي ما بيقول بيعالج الانتفاق بيعالج الباب حاجات غريبة هنعرفها ونستمتع ونستمتع مع حضراتكم مع صعب المحل بيقول فيه علاج للإنجاب للسيدات وكمان للرجالة حبوب لها تالي احنا فيه حاجات كتيرة اولا بيرحب بيك الأول على طحية مصر عرفنا باسمه شامان السيد ازاي كتصد الشعبان عامل هيا تمام الحمد لله انت بتقول ان فيه عسل بيعالج الإنجاب الموضوع ده حقيقي ولا يعني سامح ليش تقادر هو أول حقيقي بيروح للدكتور تمام الراجل بيعمل تحليل ونشوف المشكلة فنين ونحاول نعالجها ازاي بتعالجها ازاي يقولي لو فيه مشاكل بالسائل المنوي تشوهات صديد ضعفة حركة جلة عدد ده كله ليه خلاطات على الجيل ديه خلاطات بتعمله خلاطات علاجية للعلاج الإنجاب بالزبط بيبجي عسل وعشاب ومنتجات نحو عسل عسل وعشاب ومنتجات نحو كله خليط العسل بالزبط كله خليط العسل كله خليط العسل انت لسه قيل ان دي صيدلية ربانية ايه ما احزونا كله ذا وليه علاج يعني انت تقول عايز لكذا وانا اقول لك موجود او لا يعني انا لو بطني وقعان دلوقتي فيه علاج لل طبعا بتاخد عسل مثلا زارة البرسيم لا بيريح الجهاز الهضمي بيلينا بقولون لو فيه غزات امساك وسبحان الله العسل لو عندك سهال او امساك بيصبر بقطق عالي واطي بيصبر دي حجر بتاع ترم وانجبت العسل طبعا وانجبت يعني معلش كان يعني فيه ناس ما بتخليبش وفعلا انجبت وفعلا حصل كل فعلا من العسل وقعت تشاكرتك وقالت لك فعلا اه حصل والله حصل بالفعل حصل قال لي نوع فيهم شواري لا دي خلطة دي خلطة انت بتعمل خلطة ولو عايت نقولها لك ما بيش مشكلة ولهالي برضا عشان استدام عسل جبلي حعليه اغزاء ملكيات حعليه حبوب لقاح حاليه طالع النفير حاليه جنسينج وعاليه جنزبيل وعاليه حبوبة بركة مطحونة لا اقوله امتاد عشان استدام المشاهدين اللي حابب يكتب الخلطة السحرية للانجاب احنا هنجب لكم الخلطة حتى عندكم من لصات شعبان هنجب لكم الخلطة السحرية للانجاب وان شاء الله بإذن الله وكل ينجب قول اتفضل احنا معاه عسل جبلي عسل جبلي عما حي اكون اصلي عسل جبلي اصلي وخزاء ملكات بلدي وخزاء ملكات بلدي وحبوب لقاح برسيع وحبوب لقاح برسيع وطالع نخيل يفضل يكون سعودي وطالع نخيل يفضل يكون سعودي وجنسينج كوري احمر وينه دانم علش جنسينج كوري احمر وجنزبيل وحبت بركة مطحونة ويبي تعالج مشاكل السائل المنوي والتاعل في كمشيط البوايضة للسيدات يعني دي الخلطة اللي حضرتها قلتها دي بتعالج السائل المنوي وبتعالج البوايضات عند السيدات يعني خلطة جميلة جدا برضو يعني معلش السادة المشاهدين اللي حابب يكتب الخلطة في وراء وألم السادة الشعبان بيديكم خلطة بسيطة سحرية لإعلاج الإنجاب اللي تذكروا لنسى مش هنخسر حاجة لما نقربها يعني خلطة هو على ضمانته والشخصية ناس كتير جربتها وبفضل ربنا سبحانه وتعالى الناس كتير شوفوا يدمنها فياريت نحضر وراء وألم ونكتب الخلطة وهيقول لنا الخلطة تاني وبفلوس بسيطة يا سيد شعبان بفلوس شوى بسيطة معلش تذكر لنا برضو الخلطة تاني عشان سادة المشاهدين وقول لنا يجبوها منين من جبيعة من مختلف الجمهوري أنا قلت لك الأسماء بالتفاصيل عممكن تجيبها من بره براحة عسل جبلي أما حيث يكون أصل طبيعي عسل جبلي نمرة واحد غزاء ملكات بلدي ما يكونت صيني أو أسترالي أو أي نوع تاني غزاء ملكات بلدي حبوب لقاح برسيم مش زر حبوب لقاح برسيم من الزر لا مش زر مش اللي هو بتاع الدراء برسيم وقلع نخيل قلع نخيل تبقى لكون صعودي نظيف غير البلدي اللي هو بيبقى على أطراب ومشاكل أكيد أكيد وقلع نخيل وجنسنج فوري أحمر وجنزبيل وحبة بركة مفهومة كل دول يخلطهم إزاي يعني برضو عشان إحنا نعرف الدنيا مش هاتزاي يعني يعني عسل مثلا نص كيلو عسل نص كيلو عسل نص كيلو نص كيلو وباج المتقونات عشرين جرام معادة أغزاء الملكيات خمسة جرام معلش يوط تحتاني برضو عشان أستاذ المشاهدين يعني إحنا ليه بنقولك كده عشان إحنا منمس هنا بس إحنا منسوهاك تمام في ناس من قاهرة في ناس من اسكندرية في ناس من أسوان بتتبعنا عايزين تعمل القلطة دي ومش هتعرف فإحنا واحدة واحدة علينا كده تمام وبأبسط شيء وربنا يجعله في ميزان حسناتن تمام نص كيلو عسل جبلي نص كيلو عسل جبلي وهتجيب من كل المكونات عشرين جرام معادة غزاء الملكيات خمسة جرام ولو كان الجنزبيل بيتعب المعدة عندك يبقى عشرة جرام خمسة جرام في الميد ليلة داني معلش يصل الشعباء نص كيلو عسل جبلي ماجي المكونات الباقية عشرين جرام معادة غزاء الملكيات خمسة جرام يستخدمهم كل هذه أهم حاجة المعلقة اللي عريك المعلقة عريك ولو العسل تجل عشان الأضباط اللي بتحطها عليه ممكن يستخدم أي مشروب دافي أي مشروب دافي حلبة ينسون أي مشروب مش شرط الجنزبيل لا مش شرط مش شرط الجنزبيل تمام يعني احنا مرضو لسه مستمرين مع حضرتك يعني الناس لو حبها تعمل الخلطة دي في البيت تعملها عادي مفيش أي مشاكل ممكن اعملها جتام الزبون وممكن الزبون ياخض الحاجة وهو بيعملها بنفس هو يقول لك لا انا عايز اعملها من نفسي هو صاحب الاختيار فعل عندنا هنا هو الزبون هو اللي بيختار بيختار نوع العسل بيختار النوع العسل نفسه بيختاره ان كان طبيعي او مغزايا سكر او شعبي انا برضو هقول لك انا كم معلومة السريع بيه فرج بين العسل الطبيعي اللي هو مغزايا على الرحيق بتاع الزهرة وفيه فرج بين العسل المغزايا سكر وفيه فرج بين العسل الشعبي اللي هو بيبجى مخلوط بعسل كلوخوز او معمول على النار او ببقى ضريقة اخرى ربنا يبعدنا عنها فيه فرج بين الثلاث انواع بتوع العسل دول يعني شرطة اساسي في الخلطة اللي حضرتك كنتها دي ان يكون مقونات العسل كلها طبيعية ما يكونش فيها اي تدخل عشان كل نوع من اللي انا قلته في الخلطة فيه منه اكتر من نوع ايه فيه اكتر من نوع يعني لو حضرتك عايز توصل ان لو العسل مخشوش مش هيجيب نتيجة بساطة مش هيجيب نتيجة دي طبيعي وهنتكلم برضو في حيات تالي لو عايز تقوي جهاز مناعتك وانتبع على مشاكل القرد والفروان بقول لنا السادالية ربنا ايه احنا سعداء بيك والله وبحلك المبهر سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى لم يقلق ده الا الا ولا خلق له دواء فاحنا مكملين معاك لو حتى عحابب يقوي المناعة عنده يعمل ايه تمام هتجيب اي نوع عاصل طبيعي تمام مية دافية على الريد كباية مية دافية كباية عاصل كباية مية دافية دافية مية دافية مية دافية يعني تقدر تشرفها مرة واحدة تمام هتجيب فهم على اكتان عاصل الغيرين وتجلبهم لحد ما يدوبوا ونص لمونة انت لو مشات على الوصفة بيتقوي جهاز مناعة بتعالج مشاكل يعني بكترية فيوسات انتهبات الحلق كحة بلغم اي مشاكل في الجهاز البولي والجهاز الهضمي بتريح الجهاز الهضمي كله بكباية مية دافية ومعلقتين عسل عريق وعليهم نص الامونة بتقوي المناعة وبتعالج المساكل وبتعالج المشاكل للجهاز الهضمي يعني سحال كحة برد اي شيء واريهم الخطة اللي انت يعني انا تعبان وعندي برد قلتلي لا استود عمود خد شوية من الخطة انا عايزة اكتواري الاستادة المشاهدين برضو الخطة الغريبة يعني زي بحضراتكم شايفين انا عايزة اعرف برضا ايه حبوب لقاح حبوب لقاح حبوب لقاح بارتين ده منتج منتجات النحل اللقاح الاصفر اللي بجه في الورود والعشاب اللي هو بيلقح الورود والعشاب من بعضيها ده بيكون متوفر في اي محل عسل انا هقول لك باقي المعلومة النحل بيلن باللقاح ده ويعجن ببجه بالعسل ويروح يرميه في الخلية ده منتج طبيعي وده الوكل بتاع النحل واسمه خبز النحل او حبوب لقاح الخبز النحل واسمه خبز النحل او حبوب لقاح او حبوب لقاح البروتين اللي إعادة بروتين اللحام اقلت على الحبيل لا سواني الاجابز اللحام معليش يعني انت بتقول اللح لا يعني انش احل اشتري لحومة مش احل اشتري لحومة كده ت merde يعني لقاح اللي موجود ف الله يعادل اه وعادل القادر للحهم البروتين اللي في عادل بروتين اللحم اقلت على البروتين اللحر و level feramentتي والمعدنة الطبيعية لا وكل النحل والعسل شرب النحل لا وكل النحل اسمه خبز النحل او حبوب القاح حاجة جميلة جدا انا مستبتع بيها شخصيا خلطات بسيطة واسعار بسيطة ممكن اي حد بسيط او غني او فئير يدر يشتريها ومستنزمات بسيطة ولنا برضو بالعسل تدر تعالج ايه تاني حاجات كثيرة انت لو عندك جرح في ذلك جرح لو حطيت عليه عسل 30 سنية بيكتل بكتيريا وفيروسات عسل لمدة 30 سنية عجرح يا جماعة بيكتل الكرسمات بس لازم يكون عسل اصلي لازم لو العسل مش اصلي مش هيجيب نتيجة زي الطبيعة مش هيجيب نتيجة زي الطبيعة برضو منتج منتجات النحل اسمه بروبليس او اكبر منتج ايه معلش عالل صوت اكتر عشان سادة المشاهدين اسمعوه منتج منتجات النحل اسمه بروبليس او اكبر ليه اسمين هو المنتج ده اقوى مباط حيوي طبيعي لو فيه جرح في ذات وحطيت عليه هو زي البن بالظبط كده شكل البن تحطه على الجرح الجرح يعني بروب بطريقة بسم الله ما شاء الله سريعة جدا لو حرقة او جرحة او خرحة لو خرحة فراش يعني بيجروب بالطريقة سريعة جدا هو ده اقوى مباط حيوي طبيعي وممكن تحطه على العسل لو عنده خرحة معدة بيعالج القرحة المعدة الانتهابات البورستاتة بيعالج الانتهابات الجهاز الهضمي حاجات كتير نرجع للحاجة المهمة اللي فيه ناس كتير بتسأل عنها وهي خلطة الانجاج يا ريت يا جماعة نحطك وراء وقلم ونكتبها تاني لأستاذ شعبان هيقول لنا واحدة واحدة وتعملوها ازاي اتفضل احنا معا عسل جبلي عسل جبلي نص كيلو عسل نحنا حسب الكمية العائلة نص كيلو نص كيلو نص كيلو عسل جبلي النص كيلو ده بالضفات اللي عليه بيبقى من 15 يوم ل 20 يوم تمام زي الفل يبقى نص كيلو عسل جبلي خلطة الانجاج يا جماعة نستاذ شعبان هيقول لنا عليها يا ريت حضراتكم تكتبوها وان شاء الله ربنا يشفيكم جميع نص كيلو عسل جبلي نص كيلو عسل جبلي تمام خمسة جرام غزاء ملكات بلدي خمسة جرام غزاء ملكات النح يعني اي حد يروح اي محل عسل واصل فيه ويقول له عاوز نص كيلو عسل جبلي ويتنا صلى شعبان خمسة جرام غزاء ملكات تمام وعشرين جرام حبوب لخاع تمام وعشرين جرام طلع نخيل وعشرين جرام جنسنج كوريا احمر ومقدار عشان فيه ناس بيتعبها الجنزبيل لو عاشرة جرام كويسين ومقدار عشرين او ثلاثين جرام حبة البركة مطهونة يقول له يخلطهم في بعض يا سيد شعبان كلهم على بعض يخلطهم في بعض وعري بالذات عري يتناول معلقة معلقة صبح ومعلقة جبلي النوم بس هم معلقة اللي هي عالصبح عري يعني معلقتين في اليوم معلقة عري ومعلقة عبل ميناء يبقى بتعالج مشاكل السائل المنوي بيعمل تحليل وبيشوف المشكلة بالسائل المنوي ولا بحية تاني لو طلع المشكلة بالسائل المنوي ان كان جلة عدد او تشوهات او لزوجة او صديد او اي مشكلة بالسائل المنوي ان شاء الله يتجيب معا نتيجة بس هم حاجة بالاستمرار يعني ياخذ الخلطة دي المدة تعدية يتجيب معا نتيجة من بعد شهر وده كلام فعال في ناس بعد شهر عمل التحليل وجاد جالدت عن نتيجة بسم الله باشا الله بعد شهر واحد بعد شهر واحد كم تنتيجة يعني كان في ناس عندها مشاكل بنسبة يعني 95% وصلت 70% في شهر بسم الله باشا الله يعني سبحان الله يعني عدد تحليل كله بالتحليل اكيد وللسايدات برضو نفس النظام بنشط البوايضة بنشط البوايضة حاجة جميلة جدا أنا شخصيا مبسوط بيا الخلطة الجميلة دي اي حد اي حد مش لازم انه هو يعني مش لازم متخصص اي حد في البيت مستة مصرية وراجل مصري ممكن يقدر يروح عند اي واحد لديه عسل ويشتري المكونات البسيطة اللي تتعدى كاما سيد شعبار يعني لهم نص كيلو بالمكونات دي كلها بس ده المكونات كلها جودتها عالية لازم تكون اصلية لازم يروح محل عسل موصق فيه طبعا جودتها عالية يعني الحاجة ممكن تفرج عن الطبيعي عن الدرية الثانية ممكن تفرج اجل حاجة 50-60 جنان يعني هي مسلا بكون 800 جنان لو جبت الدرية الثانية تبقى ب40 ومش هتجيب نتيجة بالزرق مش هتجيب نتيجة طيب التعريب كامي يعني الخلطة الجميلة الخلطة دي بكل الالفات عاملة 380 380 بس يا بلاش يا بلاش هتقعد معها دي لو انت عايز نفس الخلطة بس درجة تانية بس مش هتجيب مفهول طبويلة متهم عليش تسمحلي ممكن توصل لامتين جنان يعني شاف الفرق فرق كمير فرق شاسع طبعا وده كله بيأثر على الخلطة طبعا 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 يعني لازم تكون اصلي بالزرق الخلطة 380 جنيه يعني ان شاء الله ربنا يشفي احنا نسى مستمرين معاكم ومستمتعين معاكم والله سيد شابان يعني حاجاتك بسيطة يعني قلنا برضو ايه العسل يقدر يعالج ايه تاني عاجات كتير يعني انت العسل بالمكسرات مثلا ده مفيد للذاكرة عسل بالمكسرات لو عندك طفل في الامتحانات او بيذاكر تركيزه بعافية شوية ده بيساعد على التركيزه كمظلوح قلنا بقى في حتة مهمة عشان انت برضو قلت لنا العسل بيساعد في عسل مقشوش ازاي بقى انا كواحد مواطن ازاي اعرف ازاي العسل ده مقشوش ولا طبيعي تمام سؤال كويس بص وانا اخول الكلام قلت لك فيه فرق بين الطبيعي على صوتك شوية معلش فيه فرق بين الطبيعي اللي هو مغزايا على الرحيق الرحيق الظاهرة بس وفيه فرق بين المغزايا على سكر وفيه اللي هو الشعبي تمام تمام احنا بقى حاول ان نعرف الطبيعي ده العسل هتحطه في التلاية في التلاية لو بلاش تحط البرطمن كله هتجيب كيس كيس صغير وتحطي فيه معلجة صغيرة هربط الكيس هتحطه في الفريزر تمام يومين ثلاثة من كتير هتطلع العسل ده لو ليجيتوا تبلور معاك يعني تبلور يعني تبلور هيبقى زي السمنة شوف اللفظ زي السمنة لونه هيبيض مع ترميلة الترميلة دي تدوك في بجة لو جرش معاك بجة مخشوش طب انا عايزه يرجع سايل تاني ويرجع سايل بقيمته الغذائية هحط البرطمان في مية دافية هحطه في الشمس لو مرجعش سايل بجة مخشوش ولو العسل جرش معاك مش ترميل بجة مخشوش ولو فطل زي ما هو يبقى ده أصل بالزبت يعني لو احنا حطناه في الفريزر أو في التلا في الفريزر مش في التلا في الفريزر اتبلور معاك وعطى ترميلة واضح يا نا اتبلور عشان فينا هزم سطاها برد هيبقى عامل زي السمنة ترميلة تدوب في بجة ترميلة تدوب في بجة ولونه هيميل للون البيض بتاع السمنة ده كده معنى كلمة تبلور تمام عايز البلور هدي تفك ويبقى سايل مروحش هغليع البتجاز لا كده هتطير المكونات الغذية بتاعتك هتحطه في الشمس أو مية دافية لو مرجعش سايل بجة مخشوش تمام عسل طريقة فيه ناس بتيجي تقول لي هل طريقة الكبريتة أو المنديل أو الطبق أو المية أو هل الطرق دي صحيحة قل لي ده كلام مش محبوب قل لي الكلام ده كله نظر انا ممكن عملوله جدامك على عسل مخشوش يرات احنا اتمنى انحنا مثلا يعني انت الكبريتة دي اول ما بتحطها في العسل العسل ما بفوش رطوبة عالية كده كده بيبقى تجيل مش هلتلحق الكبريتة دي تبال فكده كده هتولع معاك والمنديل كده كده بردو كالعسل تجيل فيه كبريتة لو حضرت يعني لو فيه حاجة تجربة قول لي انت وانا جبهها لك انا معاك احنا هنشوف تجربة عملية دلوقتي يعني عشان حضراتكم تعرفوا ازاي العسل ده مخشوش ولا طبيعي يعني احنا نسا مكملين معاكم بردو وهنشوفوا نستمتع ازاي دلوقتي تعرفوا بسو العسل ده شعبي تمام العسل ده شعبي مش طبيعي العسل ده شعبي مش طبيعي شعبي يعني ممكن يكون مخلوط او مغزايا تمام عسل شعبي تمام اللي انت هتعمله ده اياه برضو عرف السادة المشاهدين بوريك ان التجربة ليه ملغاش اي علاقة بالعسل الطبيعي ملغاش اي علاقة يعني فيه ناس بتقولك لو حطتك بريتا مولعة في العسل الطبيعي بالزرع انت دلوقتي بتوري السادة المشاهدين ان الكلام ده غير حقيق عزام حضراتكم شايفين مشاهدة احياء مصر في كل مكان يمكن اكبر الخلاطات واقمر الخلاطات يعني انشوفها ومش عند الراجل الراجل بينصح بالسادة المشاهدين اللي انتو ممكن تشترهم ممكن تشترهم اي عسل في اي مكان يعني الشباب جميلة وشباب مقافح طبعا يعني الراجل بينصح السادة المشاهدين انتو لا اشترهم من اي مكان مش شرطة من عندي بينصح طبعا بالفيه العسل بيعالك جميع الاشكال وجميع الانواع يعني يمكن نحامل خلاطات هو سحرية ولكن بيقول انت ممكن تقدر تشتريها من اي محل او من داخل اي محل يعني احنا ممكن نشوفها وممكن نستمتع ممكن نشوفها وممكن نستمتع عسل هام مشي انه يكون عسل اصلي ونسا مكملين معاك ولكنهم معا بيشان في زبون وهيدي له العسل ولسه هنستمتع مع حضراتكم وهنشوف هيعمل اي بالخلاطات الجميلة كمان خلاطات الانجاب يمكن هو اللي نعليها ولكن احنا هنرجع ونسأله على خلطة الانجاب اللي هي بتعالج علاج الخصوبة عند الرجال وبتزود الحيوانات المنوية يمكن اي حد ممكن يستخدمها في البيت بشيء بسيط وهو نصف كيلو عسل جملي وبقى المكونات اذكروا عنها تاني طبعا ياريت لو فيه وراء وقالة محمد عادراتكم وتقدروا تكتبوها يعني فيه خلاطات جميلة جدا كمان الناس اللي عندها جروح كمان الناس اللي عندها ده في البطن يعني فيه اكتر من حاجة ممكن نعالجها ولكن نرجع للحاجة المهمة اللي هي فيه ناس كتير بتقول عليها وهي علاج الانجاب زي قسرة المشاكل الصحية في الانجاب يعني احنا برضو قبل ما نبدأ في الموضوع علاج الانجاب هيورينا خلطة العسل يعني زي ما حضراتكم شايفين فيه ناس بتقول العسل هنعرفوا مخشوش ولا لا قال لا موضوع العسل بالكبريد ده كلام فاضي وهيورينا تقربة علمية قدامنا دلوقتي وفعلا اكتشفنا ان كلامه صحيح زي ما حضراتكم شايفين يعني بدخل الكبريد زي ما حضراتكم شايفين في قلب العسل بيولع بيها يعني زي ما حضراتكم شايفين طبعا يعني ولعت عادي وده بيزبت لنا بيقول لنا يعني اهو ده فيه عندي عسل مش طبيعة وبردو ولعت الله عليك يا سيد شعبان يعني حاجة كميلة برسو كل ده شغل نصر الناس اللي حابة تعرف العسل مخشوش ولا لا في خلطة واحدة وحاجة بسيطة واحدة بس انه يحطوا في التلاجة يحطوا في الفريزة لمدة تأديها سنسعبان يعني يوم او اتنين بكتير يوم او اتنين او كتير لو ليه العسل متجمد يبقى العسل ده مع ترميلة مع ترميلة يعني متجمد مع ترميلة يكونش يضر السكر تمام يبقى ده مخشوش لو ليه طبيعة والتنية زي الفل ومش متجمد يبقى العسل ده اصلي لو ليجي متجمد لونه بيض مع ترميلة كمام هو ده كده متبلوة لو حطوا في مية دافية يتلاقي ساحر جاتا تمام الله يبارك لك الله يبارك لك العسل الطبيعي بيتغير مع عوامل الطبيعة بيجمد في الشتاء ويرجع سائل تاني في الصيف لوحده العسل الطبيعي وبيحافظ على مقوناته بزائية سبحان الله سبحان الله معلش حاجة اخيرة بقى للناس يعني برضو الناس اللي ما كتبتش ياريت تكتب الخلطة الجميلة للانجاب للسيدات والرجال يعني احنا برضو بننصح السادة المشاهدين على ثقة الانسان الشعبان يعني الراجل قال والله انا بساعد لواجه الله سبحانه وتعالى ومش عاوز حاجة من حد يعني اي حد ممكن ينزل يقربها ودي غير ضارة طبعا يانسان الشعبان مالعاش اي الخلطة بتاقي الانجاب دي ياخدها الاطفال عادي ياخدها الحريق ياخدها الاطفال كلها مكونات عصر نسبع بقى نسبع بقى نستمتع الخلطة غزاء الملكات نفسه لو طفلة عنده برد ولا اي حاية ممكن ياخدوا على كده غزاء الملكات على طول بس بقى الكمية هي اللي بتحف الكمية هي اللي بتحف غزاء الملكات ده ممكن يضر ازا ما بينفع طب يا الله بينا السيد شعبان الناس اللي بتجاهز وراء وقال معايزة تكتب الخلطة الجميلة وربنا يرعالف مثال حسنات واحدة واحدة وقال لنا واحدة واحدة كده الخلطة الجميلة واي حد يشتريها من اي محل عسل ولكن يكون محل ثقة وموصوب فيه عشان تجيب معا نتيجة بفضلا السيد شعبان عسل جبلي عسل جبلي نصف كيلو مثلا نصف كيلو مثلا عليها عشرين جرام حبوب لقاح عليها عشرين جرام حبوب لقاح عليها خمسة جرام غزاء ملكات عليها خمسة جرام غزاء ملكات وعليها عشرين جرام طلع النخيل يفضل يكون سعودي حاجة نظيفة حاجة نظيفة أهم حاجة عشان طلع النخيل اللي هو البلدي ساعات بيوجه على طراب تمام وعشرين جرام جنسينج فوري أحمر وقيمة يعني عشرة جرام جنزبيل وعشرين جرام حبة البركة مطحونة يخلطهم في بعض المعلاقة كده يخلطهم كويس كل ما يجي ياخد كل ما يجي ياخد العسل عمل زي البحر يطلط أي جسم غريب بعد عمله يعني يخلطهم يخلطهم يحطهم في بركمان كل ما يجي ياخد لازم يجلب البركمان وياخد منه لازم يجلب المقونات عشان زي ما بقول لك العسل زي البحر يحطهم في بركمان كلهم على بعضهم كل ما يجي ياخد يجلب وياخد معلقة الصبح ومعلقة بالمال لو لجيها تجيلة عشان الإضافات لو لجيها تجيلة بفجه ما يجدرش يعني أو ما تستطع مهاش ما يجدرش يبلحها يحطها في ساية يعني ما هي دافية كوباية حلبة كوباية ينسون بس أما حي يكون دافية يكون يقدر يشربها مرة واحدة عشان من قونات غزاية ما تتبقرش الله يبارك لك الله يبارك احنا سعداء بيك ومبسوطين بيك وربنا يرعالف مزان حسناتك وطبعا الناس من داخل محافظة سوهاك حابة تيجي هنا في العلوان بتاع الأستاذ شعبان تحت أسفل شرع التجارة محافظة سوهاك ولكن الناس سادة المشاهدين اللي في جميعا حقق جمهورية أستاذ شعبان طبعا وصفينها وصفات العسل الجميلة لا يحد ممكن يقدر يستخدمها ويشتريها من داخل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية تفضل احنا معها زي ما قلتلك الخلطة دي لعلاج الإنجاب لعلاج الإنجاب للسيدات ولا للرجال لمشاكل السائل المنوي لمشاكل السائل المنوي يعني اي حاجة عنده مشكلة في السائل المنوي فيه ناس بتكون العدد قليل فيه ناس بيكون عندها تشوهات يغضوا العسل المكونات اللي حضرتك قلتها ويتقلوا على الله وربنا يشف كل مريض اما السيدات اما السيدات اللي هي عندها مشاكل في ضعب في الطبوية في البوايطة ده بيننشف في البوايطة بيننشطة بزفر ده بجاء خلطة الإنجاب للرجال والسيدات لو الراجل عايز حيا لجبينس موجودة ودي باردوك بتبدأ بضمان بضمان بزفر في حاجات عنده بتطلع بضمان تمام لو ما جريدش معك نتيجة بخدها منك مفتوحة وبتاخد فلوسك بس بيتم خصن الكمية اللي بتاخدها تمام احنا مبسوطين بيك وسعداء وربنا يبارك لك يا رب ويقعالي في ميزان حسناتك ومنشكرك ونورتنا انت شاب جميل وتحب تساعد وربنا يقعالي في ميزان حسناتك يعني زي ما حداركم شايفين مشاهدة تحية مصر يمكن خلطات جميلة واسعارها في متناول الجميع سيد شعبان طبعا شرح لنا وكتبنا مع بعض بالوراء والآلم الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها من اي حد من داخل جمهورية مصر العربية ولكن اهم شيء يكون العسل طبيعي مش مخشوب منشكركم مشاهدي تحية مصر في كل مكان من اقول لحضراتكم كل جديد من داخل جمهورية مصر العربية لموقع تحية مصر شكرا مشاهدي تحية مصر في كل مكان